اهلا بكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضينا اي حد بيحب الشغل الدقيق جدا لازم يكون عنده الاداة اللي هنتكلم عنها النهاردة الكاليبر او القدمة ذات الورانية باكوليس كلها اسماء لنفس الاداة تقريبا انا شخصيا بسميها المزبوطة هتليبني المزبوطة شي ليبني المزبوطة لانها بجد مزبوطة بعض الناس ما يعرفوش انها بتقيس تفتكروا بتقيس بكم طريقة العدد يمكن يكون مفاجأة يلا بينا نبدأ مع بعضينا الديجيتال كاليبر او الكاليبر الرقمية قبل ما نشرح الطرق المتعددة للاياس بيها خلينا نشرح مكوناتها الشاشة الرقمية زرار الاقاف والتشغيل زرار زيرو هنشوف فايدته ايه دلوقتي زرار التحويل بين الميلي والبوصة والقدم الجزء البارز اللي بسحب منه عشان افتح للقياس والبكرة اللي باتحرك بيها لو محتاج حركة ادق او اتحرك للداخل مصمار القفل اللي بيثبت القياس عند مسافة محددة في الديجيتال كاليبر بيكون القياس باجزاء الميلي والبوصة يعني كده القياس ده 11 ميلي و 78% من الميلي طبعا معدنه استلس قوي ويه بيشتغل بالبطارية استغنونة والمفروض ان الكاليبر في الاساس بيتقاس بي الاستوانات دوران داخلي دوران خارجي انما احنا مش بنرحمه وبنقيس بي كل حاجة نجي بقى لطرق الاياس المختلفة المزبوطة بتقيس بخمس طرق اياس اولا الفتحة الامامية الوسعة بقفل الكاليبر وتأكد ان الارقام كلها اصفار لو ما اصفار بدوس على الزيرو اسحب لورا واقفل الطرفين على الجزء اللي عايز اقيسه اقفل الزرار بتاع الامان عشان اثبت القياس هيقول لي مقاس الراس اللي انا استهى او الشيء اللي انا بقيسه مربع بقى او مدور هي بتقيس وما عندهاش تفاهم ثانيا الاياس بالفتحة الداخلية بستعمل الاطراف دي ودخلها داخل الحاجة اللي عايز اقسها اياس داخلي او بين حكتين تالت اياس اياس العمق لما بسحب الكاليبر لورا بيبرز منه الجزء ده بقدر ادخله في اي مكان ديء لحد ما يلامس العمق واعرف الاياس كام ده انا بعتبره اهم اياس الصراحة لانه الاصعب رابع اياس لما كون عايز اقس شيء صعب اجيبه بالفتحة الامامية او الخلفية زي مثلا طول المصمار ده بس بدون الراس بستعمل الجزء الخلفي من الكاليبر اللي هو المنطقة دي بركب المصمار واسحب الكاليبر لورا لحد ما اقدر اقيسه بالكامل بدون الراس كامل لي خامس اياس اني بقدر بقى انقل الياس الاخير ده مثلا باستعمال اللسان الخلفي سواء بقى لداخل حاجة صعبة اوصلها بالجزء الامامي او حتى لو من برا بالشكل ده دول كده كل طرق الاياس اللي بنستعمل فيهم المزبوطة لكن فيه تركة بقى هيلة ودي اللي بتفرق الكاليبر الديجيتال عن الكاليبر العادي وهي زرار الزيرو ده مش بس بستعمله اني اتأكد اني كل مرة بيبدأ الاياس من الزيرو absolutely بستعمله كمان لما حب اضيف او احزف على مقاس كونت ايسو او اعرف الفرق ما بين اياسين يعني مثلا كم ملي فرق ما بين راس المصمر ده وراس المصمر ده هنقيس راس المصمر الكبير كام ونصفر العداد نقيس راس المصمر الصغير كام هيقول لك الفرق ما بينهم 2 ملي و18 ملي ونتيجة بالسلب طبعا لانك بتقيس ما بين كبير وصغير او لو عندي راس المصمر دي باخد اياسها وعايز اشوف راس اكبر منها بتلاتة ملي باخد اياس الراس اصفر العداد واسحب بقى لمسافة تلاتة ملي وابدأ اشوف الراس اللي انا عايزها او ازبط المكان اللي حدبات فيه الراس حسب بقى الشغلانة اللي انا بشتغلها اكيد طبعا في فطاح اللي هيشوفوا الفيديو ده وعارفين كل اللي قلناه ويمكن افضل مننا بمراحل وعارفين اسرار اكتر ياريت اللي عنده معلومة اضافية يساعدنا ونعمل للمزبوطة جزء تاني والفطاح الدول بوجي اليوم الشكر لانهم استحملونا ووصلوا للجزء ده من الفيديو وبمناسبة بقى الجزء ده من الفيديو فطالما وصلت هنا يبقى ما تنساش تشترك في القناة لو كنت مش مشترك ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير وهستنى كل تعليقاتكم بمنتهى السعادة طب انا كواحد بتاع ديكور باستخدم الكاليبر في ايه لا ازاي دي ليها استخدامات كتير يعني اقدر ازبط ارتفاع ارس المنشار ارتفاع كاستير الروتر عمق مصمار في الحيطة بقيس اطر خشبة او استوانة او حتى مصمار عايز اشوف بنت مقاسه باخد علام وانقله بالخربشة على سطح خشبة زي الشنكار استخدماته كتير جدا ونقلته من مجرد اداة للحدادة لاداة لكل المهن تقريبا نيجي بقى لعيب الكاليبر عيبه انه بالبطارية لو كان بيشتغل بالحب او حتى بالطاقة الشمسية كان بقى تحفة انما لما البطارية بتفضى وانا محتاجه وما عنديش بطاريات زيادة ببقى بكرهه بس من جوايا بفضل احبه الكاليبر متوفر في كل الاسواق تقريبا وحاسب لكم برضو في وصف الفيديو بعض الروابط عشان تعرفوا الاسعار واللي عايز يشتريه اونلاين يلا مش حاوصيكم باعلايك والشير وان شاء الله نتعب لها خير السلام عليكم اشتركوا في القناة